برئاسة رئيس الحكومة عبدالإيلا بن كيران انعقد اليوم مجلس الحكومة والذي تم في بدايته تدرس مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى وتدرس المجلس كذلك مشروع مرسومين يتعلق الأول منهما بتعيين السلطات الحكومية التي تبرم بإسم الدولة الاتفاقيات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمنعيشين العقاريين والمؤجرين أما المشروع الثاني فهو يتعلق بتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتدة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا هناك ثورة داخل الجامعة المغربية على مستوى الإصلاحات وكذلك رفع الحيف على نسبة كبيرة من أساتد الجامعيين الذين كانوا ينتظرون الترقية هناك ما انتظر 17 سنة واليوم سيتم حل هذه الإشكالية بصفة نهائية واعتمادا على البحث العلمي وعلى أداء الأسات ووصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقياتين دوليتين أولهما مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق الموقع بمراكش في 12 مارس 2014 بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين يليها اتفاق بين حكومة المملكة المغربية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية الموقع ببروكسيل في فاتح أبريل 2014 مع مشروعي قانونين يوفقوا بمجيبهما على مذكرة التفاهم والاتفاق المذكورين وانتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة مقترح تعينات في مناصب عليا تبقى لإحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور قبل أن يختم أشغاله بتتبع عرض لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2014-2015 اشتركوا في القناة